Hello everyone, welcome back to Learn English with Yusra في إطار التحذير للامتحان الوطني هذا الفيديو به تمارين خاصة بReported Speech والReported Speech هو الكلام المعقول لقد سبق أن قمت بشرحه في فيديو سابق سوف أترك لكم ليان الخاص به في صندوق الوصف إذن بالنسبة لتمريل اليوم سوف نرى 15 جملة السؤال يقول put into the reported speech حول هذه الجمل إلى الكلام المعقول الجملة الأولى I'm having a party tomorrow أنا سوف أحضر حفلة غدا هنا الزمن الذي لدينا هو present continuous وفي الReported Speech عندما يكون لدي present continuous يصبح past continuous إذن الجواب سيكون على الشكل التالي she said that she was having a party the next day وتمر أصبحت the next day إذن قمنا بتغيير I'm having from present continuous إلى past continuous وتمر إلى the next day الآن الجملة الثانية لدي don't speak children لا تتحدث يا أطفال ولدي he ordered التي تعني أمرهم وعندما يكون لدي أمر في الReported Speech أي imperative يصبح infinitive والإنفينيتيف هو verb plus two إذن الجواب سيكون على الشكل التالي he ordered the children not to speak لقد أمر الأطفال ألا يتكلموا الجملة الثالثة why is he so sad لماذا هو حزين ولدي I wondered يعني أتسأل وكما نلاحظ السؤال في الزمن الحاضر أي في الSimple present إذن في الReported Speech سوف يصبح في الSimple past والجواب سيكون على الشكل التالي I wondered why he was sad الفعل is أصبح was من الSimple present إلى الSimple past بالنسبة للجملة الرابعة I didn't buy a car last year أنا لم أشتري سيارة السنة الماضية ولدي he told his friend يعني أخبر صديقة كما نلاحظ في هذه الجملة هي مصرفة في الSimple past لدي didn't buy وعندما نجد الSimple past في الReported Speech يتحول إلى Past perfect وال Past perfect هو to have in the past had plus past participle of the verb إذن الجواب سيكون على الشكل التالي He told his friend that he hadn't bought a car the year before وكما نلاحظ the last year أصبحت the year before جملة الخامسة You must finish by Friday يجب أن تنتهي يوم الجمعة كما نلاحظ لدي أمر You must finish ولأن لدي الموضل Must سوف تصبح الجملة على الشكل التالي He insisted on finishing by Friday لقد أصر أن أنتهي يوم الجمعة وضعنا on finishing على أن أنتهي الجملة السادسة لدي How long have you been waiting كم المدة التي انتظرتها هنا لدي سؤال مطروح في زمن Present perfect continues Have you been waiting إذن سوف يصبح Past perfect continues إذن الجواب سيكون She wanted to know How long he had been waiting Have you been waiting في السؤال وأصبحت Had been waiting الجملة السابعة Do you live in Tangier هل تعيش في Tangier هنا كذلك لدي سؤال لكن هذه المرة في Simple present Do you live إذن سوف يصبح Simple past والجواب سيكون He asked me if I lived in Tangier لقد سألني إن كنت أعيش في Tangier Do you live أصبحت Lived Lived in Simple past الجملة الثانية Will you come to my party هل ستأتي إلى حفلتي ما نلاحظ هنا أن السؤال مصرف في Future Will you come وإذن لدي He invited me لقد دعاني عندما أريد أن أنقل هذا الكلام سأقول He invited me to come to his party لقد دعاني إلى حفلته He invited me to come استعملنا الأنفينيتيف الجملة التاسعة I didn't take your money لم أخذ المال هنا لقد نفى He denied تعني لقد نفى إذن هنا سوف أستعمل Geround Geround تعني verb plus ing لماذا؟ لأنه قد نفى أخذ المال He denied taking the money لقد نفى أنه أخذ المال الجملة العاشرة Please please don't hurt me أرجوك أو أرجوك لا تؤدني هنا لدينا طلب أي imperative وسوف يصبح infinitive ولدي negation أي أن في إذن الجواب سيكون She begged لقد طلبت أو ترجت Her mom to not hurt her لقد ترجت أمها أن لا تؤديها والآن سوف ننتقل إلى الجملة الحادي عشر I saw the thieves when they were robin two days ago لقد رأيت اللصوص عندما كانوا يصرقون قبل يومين هنا ماذا سأغير لدي الفعل I saw في الباست سوف يصبح باست بيرفكت ولدي were robin في باست كنتينيوس سوف يصبح في باست بيرفكت كنتينيوس وكذلك لدي two days ago سوف تصبح two days before إذن الجواب سيكون على الشكل التالي he told the police that he had seen the thieves when they had been robin two days before I saw أصبحت had seen where robin أصبحت had been robin two days ago أصبحت two days before بالنسبة للجملة الثانية عشر when will the train will leave the city متى سيغادر القطار المدينة لدي she inquired she inquired تعني استفسرت هنا لدي زمن المستقبل وعندما يكون لدي المستقبل في معظم الحالات استعمل conditional type two إذن الجواب سيكون she inquired when the train would leave the city will the train leave أصبحت would leave هنا الاختلاف وقع في will أصبحت would هذه second part في conditional type two الجملة 13 I'm sorry I'm late آسف لقد تأخرت هنا هذا الشخص يعتدر عن تأخيره ولدي he apologized يعني اعتدر إذن الجواب سيكون I apologize for being late استعمل for being late اعتدر عن تأخيري جملة الرابعة 10 yes I will lend you the money نعم سوف أقرضك المال ولدي she agreed أي لقد وافقت ولدي هنا simple future إذن الجملة سوف تصبح في conditional type two أو بالأحرى الpart الثانية من conditional إذن الجواب سيكون على الشكل التالي she agreed that she would lend me the money قد وافقت على إقراضي المال لدي would plus lend يعني would plus الverb في الانفينيتيف أو bare انفينيتيف without two الجملة الخامسة عشر والأخيرة في هذا التمرين هي why don't we dine out tonight لما لا نتناول العشاء خارج الليلة ولدي he suggested لقد اقترح إذن لدي السؤال وصوف أستعمل جير round والجواب سيكون على الشكل التالي he suggested dining out that night إذن tonight أصبحت that night وdine أصبحت dining جير round إذن كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركة مع أصدقائكم وإن كان لديكم أي تساؤل أتركوه في خانة التعليقات وسنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر